السلام عليكم صباح الخير ازايكم النهاردة الفيديو رقم تمانية في سلسلتنا الجديدة اعمل الصح واتفقنا ان احنا بنكتلم عن دروس حياتية عملية نقدر نطبقها على طول في تلات حتاة تهديب العقل او تهديب بنفكر ازاي نظبط بنفكر ازاي نظبط تهديب النفس ونظبط بنحس ازاي وتهديب التصرفات والنهاردة من بتاعت او تهديب التصرفات انا عايش يعذروني لو الجو هوا شوية حاولة عالي صوتي عشان مايبقاش في مشكلة في المايك مش عارفة اعمل كده ولا ايه اه ومش هطول عليكم كتير الموضوع بعنوان شو دونت شو دونت تل وات يو نو الحاجة اللي انت عارفها تبينها بافعالك مش تقعد بتتكلم عنها وخلاص اه الموضوع ده يعني الدرس في ايه هنا ما تقعدش عشان قرطلك كلمتين او عرفت كلمتين اه حد قالك كلمتين كويسين تقعد ترددهم من غير ما تكون اه امتصتهم هضمتهم ويطلعوا عليك في تصرفاتك تمام ده المقصود يبقى الدعوة هنا للتركيز على ايه على لما ييجي تحت ايدك حاجة تتعلمها خلي بالك ان الاهم من انك تتكلم فيها انك اصلا تبقى فهمتها هضمتها وعشتها علشان اه مش عيب انك تتكلم فيها يعني مش 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 ازمة بس هتلاو في كزا مشكلة بتحصل اولا ان في ناس بتقرأ معلومة في كتاب بتقرأ مقالة بتسمع حد بيدي محاضرة بتسمع ايه كلمتين كويسين فيروح يقعد ايه يبتل ياخد منها الشكل السطحي نوع ازا يعود اقولها تاني عشان ابان جامد وبان عميق وبان فهمان كويس اه في ناس ثانية بتعمل ايه بتستعجل يبقى هي مسألة مش مش مسألة النوع تمثيل ممكن يبقى مسألة استعجال ودي بتشوفها كتير اه يمكن في المجال اللي انا فيه مجال الكوتشنج والتدريب والتنمية الذاتية وتنمية وتنمية النفس لانه هو كله عبارة عن شوية كلام شوية دروس ودروس على فكرة لما هترجعولها يعني اغلبها اللي لم يكن كلها مفياش حاجة جديدة كلها حاجات من علم نفس من فلسفة من علوم قديمة بنعيد صياغتها بطريقة قريبة من الناس وتوصل لهم اه فدايما يحصل ايه يحصل واحد يقول لك يقرأ كلمتين زيادة الوعي الانساني ويقعد با يتكلم في الوعي الانساني ويتكلم في الفلسفة الانسانية ويتكلم في التنمية النفسية وعشان كده بقى فيه ترياء كتير وفيه تعليقات كتير على موضوع التنمية البشرية والكلام ده كله وانا شخصيا شهادتي مجروحة طبعا انا انا باعد اقول كلام انتوش عرفكو انا الكلام ده عايشو وهضمو ولا لأ طبعا بحاول اكون صادق في ده ويبنلكو من كلامي لكن في الاول وفي الاخر اللي عايز اقول له انا شهادتي على نفسي مجروحة بس هي الحكاية دي فعلا ممتشرة وبالوقتي مع زيادة انتشار السوشيال ميديا بقى مش بس اللي شغالين في المجال ده اي حد شغال في اي حاجة اه ربنا فتح عليه اترقى اه 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 شغال مدير بقى له كام سنة يحس على طول انه ايه ما الناس بقى بقى فيه بقى في نوع من الضغط يا جماعة اش معنى فلان ده هو ده ازيد مني في ايه لما يقعد يشارك خبراته على لينكت ان على فيسبوك ويقعد يتكلم على اه اه مجمل خبرتي في عشر سنين فاتت كذا 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 والكلام بيبقى صح مش بالتاريق عليه بس تلاقي حد تاني جنب ويحس اللي ايه طب اش معنى انا جات علي طب انا كمان هتكلم عن خبرتي فاتبص تلاقي فيه كلام كتير بيطلع سطحي لانه بيتردد من غير ما تكون عشته من غير ما تكون انت اصلا بتعمله فخلي بالنا من الحاجات اللي بتعيد الكلام بس علشان يبقى شكله حلو قررت لك كلمتين باخد من الدرس ايه باخد من الدرس ازاي اقلوزه واقوله عشان اطلعشات لي جامل او انك تستعجل وتتكلم في حاجة قبل ما تكون هضمتها فتبقى انتش فهم انت بتتكلم على ايه برضو او مش حاسسها صح ومتعرفش توصلها مزبوط وفيه طبعا النصيحة بقى دايما بتاعت ايه ان اي حاجة بزيات الحاجات اللي ليه علاقة بتنمية النفس مش بس تنمية المهارات اللي تنمية الوعي تنمية العقل الكلام ده شبه الكلام اللي بنتكلمه دلوقتي اللي هو ما تكلمش حد تاني فيه قبل مرور من 3 ل 6 شهور على تطبيقك ليه عشان تبقى تأكد ان انت فهمت هو الحوار عن ايه لان انت محتاج تحسه من جوه عشان تعرف تعبر عنه شوية صح مش لكن ان انت تبقى سمعت مني نفس كلمتين او سمعت من حد تاني نفس كلمتين وتعدهم زي ما هم احتمال كبير جدا تبقى بتعدهم بشكل سطحي ويكونوا غلط الحاجة اللي تعرفها او الدرس اللي تتعلمه خلي اهتمامك انك تخدمه وتانترنلايزت يعني يبقى جزء داخلي من جواك اهم من ازاي هنقوله بقى ونحطه في البوست اللي على الفيسبوك ولا نروح نقوله للشابه اللي عندنا في التين ونقولك لي بتنقل عشان ايه عشان يعني يبني ان احنا جمدين او وزعات تانية اللي واي عشان نبقى افدت الناس التانية سانا ربنا افدني بمعلومة فالحا افدهم تاني هو حضرتك انت لسه يدوبك المعلومة جات لك لسه نعملش بها حاجة اهدمها الاول وبعد كده نبقى ندور على ازاي هنقولها للناس التانية بس ده كان موضوع النابتاع النهاردة يا رب يكون عجبكوا يعني برضو ان شاء الله شوفكوا بقى بكرة في رقم تسعة من اعمل الصحة مع السلامة